اشتركوا في القناة ولا كنت في جارها لوحدها مروهاش حد يا فندم لو كل موظف بيتحقق معا عندي إداريا جاب ابن خلطق أو حد من قريبه احنا مش هناخلص كده محامي مادام شمس تقدم ببلاغ رسمي ضدك بيتهمك بالتحرش بمادام شمس وانا جايلك دلوقتي في شكل رسمي عشان نحقق في الواقع دي الله ما عارف يا فندم هي ما كفهاش ان هي تتهمي تشغيل الغلبان ان هو تحرش بيها كمان بتتبلغ علي من حقق اسمعها قدامك ومن حققك تنكر ده حققك طبعا زي ما انت عايز طبعا يا فندم اتفاضل يا مادام شمس احكي اللي حصل بالتفصيل انا كنت موجودة في قطي هنا في القتل وقيت البابي تفتح بالمستركي ياسر داخل القودة وحاول تهاجم علي ويتحرش بي وطبعا انا قومت وحاول يقنعني انه انه ممكن يتجوزني في السر حضرتك انا مش مصدق اللي انا بسمعه الانم صديقة شخصية لنا كلنا الامراتي وليها كنتش اعرف ان خيالك خاص بي للدرجة دي ما تفكرش تشتغلي في التأليف احترم نفسك حضر يا محترم هاحترم نفسي وهسمعك الكلام المزبوط والمحترم يا فندم انا بطلب شهادة العامل الغلبان اللي هي اتحمته ان هو اتحرش بيها وبطلب شهادة مدير الشؤون القانونية وبطلب شهادة نيفيد مراتي اللي حيصدقتها الانتيم في نفس الوقت وبالاضافة لشهادة طبابتها النفسية الدكتورة فريدة حلمي دكتورة نفسية انت رجل مش محترم وهعلمك الادف ومكترم من فضلك انا اقول لها حضرتك موجود كان الامن برا دخلوا وكتفوه في القرص اللي هو قد عليه ده ارجوك يا فندم بس من حقي ان الحيوان ده يطلع برا مكتبي كلنا هنطلع برا مكتبك بس هنروح نعين القوضة اللي تمت فيها الواقع ممكن اكيد يا فندم طبعا اتفضل يا فندم اتفضلوا ده مفتاحك يا مدام شمس ايه القوضة هنا لها كان مفتاح يا سيد ياسر المفروض تلاقيت يا فندم الواحد بيبقى مع الاسطاف وماستر كي بيبقى معي وماستر كي بيبقى مع عمال الهاوس كي بيبقى بس هو دخل بالماستر كي بتاع هو يا فندم مش معنى ان انا معايا الماستر كي ان انا ممكن ادخل القوضة بتاعتها انا بجد مش متخيل الدعاءات اللي هي عملت الموضوع ده حصل الساعة كان بالزبط يا مدام شمس مش فاكرا مش فاكرا شمس انت كلمتيني بعد ما حصل الموضوع بقى ده على طول على طول تقريبا كده الساعة سبعة كنت فين في الوقت ده يا سيد ياسر الطبيعي يا فندم بين مكتبي او ان انا بتابع الوقتين واكيد عندي شهود كتير بالموضوع ده لا مش محتاجين شهود خالص احنا بس لو سمحتنا نشوف التفريغ بتاع الكاميرات من الساعة سبعة للساعة تامن ومن خلاله بقى هنعرف اذا كنت جيت ودخلت القوضة في الوقت ده ولا لا اه اه بالزبط كده معاك حقفل اتفضل اتفضل ان شاء الله يا تيت يحيي هايلاقيه اه طيب اقولك يا تيت ما تقومي يا حبيبتي تستريحي في قطك شوية اه 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 احنا اي حاجة جديدة هنقولك عليها اه اه اشان خطر يا تيت انت شاكت عبانا قوي اه اه طيب اقولك يا حبيبتي ايه رأيك لو عملك كوباية لمونت رواقلك دمك ام ام بالمرة اجي احكيلك علي موضوعك كلي عشان تعرفي ان انا مظلومة اه مالك يا تيت تيتا 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 مالك يا تيتا 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 ردي علي تيتا تيتا يا تيتا واندري فيه ايه تيتا 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 كلميني تيتا 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 شأن تيتا 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 موسيقى موسيقى يا شام يا شام انت روحت فين يا شام انا هو مغضوظ انا عايز امشي بسرعة من هنا اعيز اروف لصباح حال شامس 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 انا اسفى انا اسفى انت كنت صحة انا اسفى لو سبحتى انا مش عايزة اشوفك لانتي خالص شامس انا بتأسفلك اعملي اكتر من كده شامس دي صديقة عمرك اكيد انا متحك عليها ايوه شام قل لها قل لها انا كنت غبية ومعمية شامس انت عفى انا قد ايه بحبك بحب حد بيسق فيه بيقف جنبه ايش عايزة ايه عايزة اكيد سامحيني يا شامس سامحيني اهم بري بحقدر اسمحيني اهم برد سامحيني صباح يا جمود طب الحمد لله التقريب يقولي ان حالتها بيت احسن كتير الحمد لله معلش يا دكتور احنا تعبناك معي تقوليش كده يا سلمة الصباح دي غالي عندي قوي وهي عرفة كده كويس ان شاء الله تقبلنا بالسلامة ربنا يتعمنك يا دكتور يعني هي ممكن تخرج النهاردة يا دكتور ما قدرش اقولك انت بالضبط الا ما نتطمن على نتيجة التحلق بس واضح انها ما بترايحش نفسها وبتلابط في الاكل احنا اللي تعبناها والله طب يا سيدي سيبوات تسترايح شوية المهم اليومين الاعدام هنا ما تتعرضش فيه توتر اصب فيه اوكي حاضر بعد ازنان فاضل يا دكتور طب يا عمو ربيع النهار طلع روح حضرتك بقى طب مش احاوز حاجة ربنا يخليك مستي تكلميني لو في حاجة حاضر ان شاء الله عليش احنا تعبنا حضرتك لا لا تعب لحاجة زواجة دلع السلام عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رمضان يا انا مش الاخ انا هيحيا الودة كان عندك بيدرب كميا معاك على السطوح ست ملح اشتشفى طيب ايه في لنت تبقت امسك ياه يعني حابك تفصل في ليلتك هتعمل مكمة من عندك خلي يا زميلي من غير متى السأز ما تزيدش ياه حسابك تقيل اصبر اشتشفى اهسن واقسم بالله استشاف فاصل دلوقتي ما اعرف الحاج جمالها مستشفى تيه طب انا جاي لقيته الهنم فين بقى ان شاء الله لقى عارف المنطقة كويس هروح اجيبها واجل بالراحة انا حبقى بالراحة خالص حبقى نونة مع السلامة برا انت يا زميلي من مرة دي بيباليك عندي لوس جنية يعفانة الندالة ماشي عمي ماشي يا بنت فطر انت ما فعشتش من المبارع مانيش نفسي كوي يا حول على قوة أقل لله انا كلمت عشان وقال لي انهم مقربوا عبقى يا رب وصلوا بالسلامة يا ستر يا رب مين اللي هيخبط جامد كده عالصبح معقولة يكونوا مصنى بالسرعة دي مين 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 السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته هلا دي شاءت مستدى شام ايوها ابني أنا والد وفي حاجة وانا اخوها يات امي ولا سايدو اخسم بالله افروبك انا ايه اين يا أهلا دين ايت انا ازا تخس الشقة كلب غير السئزان اقول لك يا عم من حق انتو ملكوش بيه أصلا خطوها من الشارع وبهدتوها عندو ربنا يخليك وتشكر إنما المحروسة دي تبقى أخت الصغيرة أعمل فيها اللي أنا عايز ويعني ملزمة ميل إن شاء الله أفرمها وهي مش هتخرج من هنا إلا مع شامس أو مع جدتها صباح إي رأيك بقى جدتها صباح؟ جدتها صباح اللي مجموعة في المستشفى عشان الهاني مهرمت من البيت جدتها حصل لها إيه؟ أقولك إيما أنت بردة تهرمي من البيت وتتها حصل لها إيه؟ بص يا ابني شامس جاي في السكة دلوقتي تستنى هنا بالأدب أهلا وسهلا مش عاجبك؟ تفضل برة هتخرجني إزاي عام الحق؟ شوف البجاحة هتقبل ببوليس؟ نا يا حبيبي تليفون صغير الأهل الحي هيملوا الشقة هنا وهيفرجوه بقى إزاي بيتعاملوا لما بيلاقوا واحد حرامي زيك؟ إيه رأيك؟ تستنى ولا؟ لأ ولا أستنى وهي أخوات أكيد هنتقابل يا أخوات يال لمشي في دهية عودي 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 بره 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 عودي عودي حبيبي إيه بجاحة دي؟ إيه بس بإيه دي إيه دي يا ساتي دي ربا يخرب بهت وصيب مفاصلي أنا ما شوفتش إزاي كده في حياتي أول مرة في حياتي أشوف هو دا ما حصلت إيه دا وخالاني ما قولكش أني مبروحش الجنة إيه اللي خلاكي ما تقولي ليش يا سلم؟ ما كنتيش هترضي بعدين أنا ويحيا اتفعنا على كده على فكرة يا تيتا يحيا وكمان بيشتغل يعني يا بنت نعمل كل دا والآخر أنتو تشتغلوا عشان تصرفوا علي نصرف عليكي إيه بس يا تيتا إحنا بنشارك في مصاريف البيت اللي هي أصلا مصارفنا ومريم هي كمان شغلتوها؟ لا والله العظيم مريم بالخصوص قلنا لازم تركز في مذاكرتها حاكم هي مركزة قوي ممكن ما تشغليش بالك بينا ستة كل أنا بس حبيت أطمنك أنا تربيتك دمرت فينا والله العظيم إحنا ملينا أي لازمة منك خبزيني عليك يا تيتا يا ربكش فيني عشانكم يا رب غلابة ملهوبش حد غيري أمينة ما تشعر الحمد الله على السلامة يا حابتك لا يسلم حداتك نورتي بيت خالق حمد الله على السلامة يا بنتي نورتي بيت خالق لا يخليك حمد الله على السلامة حيا بيه نوكل عايزي تربي بلولة عمو حسين ضربي عاي اللي قالي الأدب باش ما تربي جاي يتهجم عليها هنا في بيتي ولا كإني موجود حقك علي يا خيلو بس انتي غلطانة بردو يا مريم ما كانش المفروضة أبدا تسيبي البيت ما ينفعش يعني انتي شيفي أنا كمان غلطانة يا جمس الحكاية دي الواجهة أنا مش مع مين الحكاية أنا لازم نروح للمستشفى حالنا حتى نتطمن على تيتا صراحة أنا أنا عايزة الواجهة بس خايفة يا حي اضربني هناك هاببتي ملخافيش أنا معايك إزاك يا خيالي بالله السلام يا بنتي آية سلمة انتو في المستشفى طب ميني يتتا عاملة إيه وعمات شافة هوا لسه عندك طب إحنا جايين حالا وليلي يحيي عندك أنا جايبة مريم معاي وليلو ما يعليس صوته ولا يفتح بوقه بكلمة طول ما إحنا في المستشفى ماشي؟ يلا باي في الجام يلا بينا لا أنا هدخل لنا عشان ما نمشي بالي بني بعد أذنكم عندك حق اليوم دي كان صعب قوي عن أذنكم فتبلقي بنتي شامس أنا خايف أذنكم 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 صباح 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 إيه اللي حصل إيه اللي حصل طبينيني عليكي الحمد لله الحمد لله ما تخافيش يا منتي ما تخافيش كده يا مريم سامحيني يا تيتا هي جاية تعتذرلك ما علش يا تيتا ما تزعريش مني حقيقي عليك طبينيني حبيت إيه اللي حصل طب مانيكا الدكتور هيبقى أقولك كل حكي يلا دكتوري شامس أنا عايز أتكلم معكي الوحدين طيب يلا يا حي يلا يا مريم يلا يلا يسمعيني كويس يا بنتي العيال دول ملهمش غيري وأنا زي ما انت شايفة صحتي في النازل مش هستأمن حد غيرك عليهم يا شمس عودي معهم يا حبيبتي لو جرالي حاجة خليكي معاهم يا شمس مش هاعمل حد غيرك يا بنتي أركوكي بتوليسكي ما توليسكي ده رب العيق اللي كي لي أبوسيني أنا مطارش استعمل لك تقولي كده أركوكي يوعديني يا بنتي يوعديني يوعديني ما تسبهمش يا شمس يوعديني يا بنتي أنت بنتي زيهم يا حبيبتي أهوعدك أهوعدك يا ماما أهوعدك مش هاسبه أطهيرك يا عناية تعالي يا بنا براحة تتحمل من ناس في بياتر والله العظيم لو أكيب مالحظ بنتي مالسي يا يحيب لو عقبت إيدك على حدي من إخوتك البلاد تاني انت فهم؟ يا عم لا شمس اللي ديتها فيه بشبابة يا سلام والأسم اللي راح انتبتك منه دا كنية كبير يا عائل يا بشبابها مرضو يا ريتوا اللي دين مرايكا يعني تباتوا خبيلتوا اللي كنتم تشتغلوا وسبتوا الجامعة والله الوحيدة اللي مغمت في البندة انت بتعالي الشودك يا بات لا تتعالي انتبتك يا بات انتبتك يا بات انتبتك يا بات انتبتك يا بات يا بات يا اص نظر انتبتك يا щобillah من انتبتك يا بات اشتركوا في القناة 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 انت في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او مي او مي اشتشه او نتركوا و رجل او مفرقوا و رجل او مفرقوا؟ او مفرقوا و رجل او مفرقوا و رجل اشتركوا في القناة